البداية ستكون مع الاء و الكر من الاختة الالكار الاء اللي ستكون جزء عند الكر وقاتله بانها قبل انها ترجع لحبيبه ديالو مرة اخرى فغيكونوا رجعوا لبعضياتهم كيف ما كانوا في الاول قبل ديك الليلة ديال الحاديث الكر غيكون فرحان بزاف حتى شاء الاء وها اخيرا قبلت انها ترجع معاه حتى الاء غدي نشوفوها فرحانة وهي معاه من بعد غدي نشوفوهم دخلوا الاختة 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 الكر غيقوليها تمحشتك بزاف وغيحاول انه يتقرب منها الاء اللي غدي تكون خايفة منه بزاف وغدي تدفعه غدي تقول لي ما نقدرش ندير هاتي هذا ما زال ما مستعداش وغدي تهرب من اللي غيطلعو اللي اخت الفوق غدي تقول لي انا ما متأكداش ما متأكداش وش انا بغي نرجع لك بالصحة ولا الله وحد الصوت في الداخل جالي كيقولي يا سيري في حالك بعدي منها تسيد هذا اللي مريض ريقدر يقاديك مرة اخرى وخادي جيته عن نقطك وانا لقيت لك بانه بغي نرجع معك مرة اخرى ولكن ما عرفتش خايفة خايفة اللي نعاوده نفس القصة اللي دست علينا في الاول خايفة تكون كتتحكي عليها وتعاود تعيشني نفس ذاك شليه اجتماعك في الاول خايفة تكون هذه اللعبة ونبقى انا ديك العشيقة السرية ديالك اللي ما كتتسواته شي حاجة اي الكار غينوض عندها وغيقوليها شوفي هادي ماشي لعبة هاد المرة هادي كنتم معك بالصح غنشوف وريم اللي عقلها غادي خرج كتتعييت الاي الكار بزاة المرات ولكن ما كيجاوبهاش من بعض غادي تسمع ان اي الكار كيعييتليها غادي تمشي كدري وغادي تجاوب التليفون غادي تقول لي فينك توحشتك بزاف واش دبنتها في انقارة وصلتي ولكن ما غايكون تشي حد كيجاوبها غادي تقول لي واش كتسمعني ولكن ما غاديش يجاوبها اي الكار اللي غايكون باقي كيهضر مع اهلاء ولكن هاد المكالمة دست بوحدها حتى تشتي الفون دياله ديروف الجيب دياله غادي تكون كتسمع الهضرة ديالهم كاملة في الاول ما غادي تضي ما غادي تجيب وغادي تبدأ تقول الكار واش كتسمعني واش كينشي حد هنا صافي مني غاديش بغاية تخطع غادي تسمعك يقول ليها انتي ماشي في حالها انتي مختلفة عليها بزاف انتي هي كل شي في حياتي وحسيت بها الشي هذا من اللي بعت عليك ولكن اريم كان حس بها غير شي حاجة زيدة في حياتي كتخنقني ما كان قدرش نبق معها تفضر واحدة هانتي تبك تشوفي بعينيك انا يجيت هنا الياخت ويخلصيها في ضرب واحدها انا ذيك سيدة ما كنحملهاش شوفها فيها كتش مأزني انا قتليها بانا انا مشيت الانقارة غير باش نبعد عليها ولكن انا في الاصل جيت هنا الياخت ديالي وبخصوص اطلاق ديالي من ريم انا كنت انه غير القضية لي بناتنا تسهلي وغادي نطلقها وغادي نزوج بك تشكيف ما عارفة انها هي معروفة وانسان اللي كتبعوها بثاف ديال الناس وغادي نطلقتها ديالي ما غاديش يكون في الصالحة ديالي ريم لغا تكون كاس بكي وقافي على الحل بثاف من بعد ما اسمعاتها تشيلي قال الالكار وهي في الغرفة ديالها غيجي عندها الجونيد ما غادي غا تشوفوه بالتوطور غادي تحليها التليفون في الارض هو غادي هزو غا يشوفها بانها كانت كتدر مع الالكار غا يقوليها جوبك الالكار انا شحلو انا كنعيلي ما بغاش يجاوبني خليني نهضر مع هذا بنيت غادي تخلي التليفون ضغيه وغا تقول لي هرا هضرت مع الالك المسألة وقال لي بانه عنده شي اجتماع مهم وعنده الخدمة بثاف هذالأيام دكشي علاش ما كيقدرش انه يجاوب التشي واحد انا رغير ضغيه يلقى الفرصة وجاوبني وهي غادي خارجه من الغرفة غا يقول لي ها واش قال الكارشي حاجة لقلقاتك بنتي ليا كتبك وعينك حمرين بثاف غادي تقول لي هلا ما قال لي والو رغير را صدرني شوية ودكشي علاش شفت عيني حمرين وكانكي غايتبعها كيجري وغادي شدها من يديها غادي يقول لي ها شوفي انا را ديمة في جنبك ولحتاجتيني في اي حاجة غا تقيني وقف معك غا فتحي لي قلبك وقول لي يا مالكي دك الساعة مرسو غادي تكون تلعب دروج وغادي بانه لها بجوج وقفين جونيد غا يشد ريم الخسر دياله غا يقول لي ها غير قول لي هشنو عندك غادي تدفع وغادي تقول لي بلا ما تبقى تدور عليها صافي لك شرق بنتنا راح ننسيناه وداز غايتمشي كجري الحمام وغادي تدع ليها وغادي تبقى كتبكية امام أسيا غادي تدع عند رجلها وغا تقول لي شنو قتلك ها الحقيرة وش قتلك كدور عليها شنو قتلك تدور عليها شنو تقصد بالهضرات جالها وش حماقة غاقول لها صافي ما تدش عليها راها مقلقة بزاف من الكار دكشي علاج جسمتيها قللي لك الهضرات المرة يجب أن تعرف راسة ما تقول أنت رجل مزوج أو محتار مراسك وهي تقول لك هذه الهضرات حشوه معيب لا يجب أن تقول في حال هذا الشي من بعد مني سوف يمشي سوف يتنظر ويثبتك تشوف المراية سوف تقول مع راسة غير تهدني عندما تدري شيء مشكل منواله تتأكدي بعدكينا وعرفي ماذا هي والله تقدر تكون شيء بنت أخرى سوف يدوز بها الوقت في الليل سوف نرى أهلا وإلكار رجعوا للميناء أهلا أغادي تقول إلكار ذا بخصك تطلق من ريم ما جاتش إحنا يرجعنا لبعضياتنا وانت تبقى مزوج بها غيقول ليها واش الحبيبة ديالي كتغير عليها غادي تقول ليه لماشي هاكا ولكن مبغيناش نبقى وكندحكوا عليها وبلما تبقى معلقة أمال عليك وانت في الأصل كتبغي واحد لبنت أخرى غنشوفوهم خرجوا من الميناء إلكار غايحل السيارة دياله الحمراء ويقول الأهلا إلا هتلاعي باش نمشيه أهلا غادي تبدأ تشوف فيها بالساف غادي تتفكر ليلا ليرموها فيها من ذيك السيارة في الغابة غادي تقول ليه غرس محلية بالساف ولكن أرى ما نقدرش فغادي تمشي للشريع وغادي تشد باكسي من اللي غادي تركب فيه غادي نشوفوها كتدر في التليفون مع شي حد غادي تقول ليه غرس محلية ما قدرش نعيت لك اليومه النهار كامل هو لاسق فيها ما لقيتش الفرصة باش نعيت لك أنا دبي الله نزلت من اليخت وخليته هو بوحده تم موجيز وتقول لي غير كون هاني راه كل شي مزيان مش كفواله الخطة ديالي غادي كيف ما بغيت ودغي قدرت نخليه تيق بأنني مازال كان بغيه خصوصا من بعد واحد المسرحية اليوم ما درتها ليه في اليخت فتيق بأنني باقي كان بغيه دبه هو تيق في الحب ديالي له كتر من تيقها دياله في نفسه السيد اللي كتظر معي في التليفون سيقول لي ها واش انتي متأكدة من هادش اللي بغيت ديري غادي تقول لي اه متأكدة مزيان إلا كانت المحكامة ما قدرتش أنها تعرف الحقيقة فأنا غا نعرف الحقيقة بنفسي غا نعرف مزيان عائلة الكار شنو داروا لي هذه الليلة وغادي نفتحهم مع كل شي كل شي غا يعرف الحقيقة ديالهم ريم اللي غادي تمشي للبيت ديال الكار وهدي سيبدأ تقلب على شي حاجة لها فين كين ليخت ديالو واشنو اسمية ديالو فغادي سيبدأ تقلب بساف من بعد غادي تقلب واحد صندوق كحلم حطوط تمام غادي تقلب فيه غادي تقلب فيه غادي تقلب اللي كتخل بها الكار الميناء وليمكتوب فيها كل شي اسمية ديال اللي اخد ديالو فين كين وقع المعلومات اللي كانت تقلب عليها الغدلية غادي نشوفوا اهلها امشت عن طبيبة نفسية ديالها طبيبة ديالها غادي تقول لها هاديرها لعبة كبيرة بزاف وخطيرة واش انتي متأكدة انك غادي تقدري عليها ومستعدة انك تعرف الحقيقة ديال ديالة غادي تقول لها اهلها اه متأكدة هاد يوقي لأول مرة في حياتي غادي نتأكدة مزيان من شي حاجة كان ديرها بغي نعرف مزيان ديالة شنو يوقع عليها وش كون تعدى عليها وبغا نوري للناس كامين حقيقة ديال عائلة إلغاز بغا نوريهم وجوهم الحقيقي واحد بواحد نمشي وعند هالا غادي تعييت على مونة وغا تقول لها اليوم غادي نبدأ الخطة التي تفقنا عليها غا تقول لها مونة صافي نكنت انت منك شي خبار غا تقول لها انا غادي نبدأ دابا ما قدش نزيد نصبر كتر من هكا غا نشوفه هالا غادي تجبدوا واحد الضرف وغادي ترميه جهة نموسيات ديالها من بعد غادي تمشي للسالون اللي غادي يكون في اسماعيك غادي تكليس حداه وغادي تمتكت صبغ طفارها من بعد غادي نشوفه الخدامة جايبتك الضرف لطيحتها وغادي تعطيه لها غادي تقوليها هالضرف هذا رجبوا لك واحد سيد البارح وقال بأنه دعوة من شي جمعيه غادي تقوليها آعطيه هذه الاسماعيل اسماعيل غا يقوليها انا شنو غادي ندير بهالضرف هذا غادي تقولي ايغري حتى شكن صبغ طفار إلا شدي السدرف غادي تخسر لها الصباغ غادي يقوليها هذه الدعوة كان عليك البارح ترميها لكي من وجه مازال تمشي للجمعية من بعد هذه الفضيحة التي قمت بها وولدك ستقول لي دعونا نرى بعدك أنه سيكون لما استدعانا ما من الجمعية وفقنا بلاسة وعلاش ستقول لي هل جاءت على خطرك حل الدعوة وعرف لي ما كيف حدثتها من اللي سيبدأ لورقة من الضرف ستضم اللي سيشوفها لحتاج لا تكون دعوة من جمعية ولكن سيكون مكتوب فيها ليلة الحديث أنه كان في الدرد الإلكار هل ستقول لي ما كيف حدثتك الدعوة هنا جمعية ستقول لي لا تكون دعوة من الأول هل ستتخرب بلا ما تصعر مدير راسك به ستقول لي سأرى بعدك هنا وأنا سأقرر وش نمشي ولا لا ستقول لي سوف يدويت معك أنا أخذت القرار بلاسك لا ستمشي لهذه الجمعية ستقصي في الدرد و سأخذك الورقة و سأدخلها عنده في لابست وسأقول لها أنا سأمشي دابل الشريكة و بلا ما تصنوني في العشية للعشاء رهما غديش نجي هل ستكون رمات السنارة و كاتتصنى إسماعيل شنو اللي غدي يدير فغدتتبعه كاتجري و ستوقع حدياه من السرجم غدي تقول لي جري نشوفه قدابه شنو غدي يدير هو اللي غدي عييت للسيدة اللي كانت معاه الليلة ديالحديث و غيقول ليها شوفي في العشية خصنا نطلقه وإلا غدي تكون النهاية ديالنا هادي غنطلقه في الدار اللي مورفين كانت لقاو فيها الكار اللي غيكون ناعس و غيسمع الحس عنده في اليخت غيضن بأن ألاء جاتل عنده غينوت كيجري هو فرحان ملا غيطلع على الفوق غيلقى واحد الفطر زوين غيفرح و غيقول حبيبتي لي ألاء موزد لي الفطر على الصباح ولكن المفاجأة هي أنهم ماشي ألاء اللي غدي تكون وجدت هذا الفطر ريم اللي غدي تكون وجدته ملا غيشوفها عنده ثم غيتصدم بزاف ريم غدي تبدأك تصرف عادي و ما غدي تقول لي هل تشي حاجة من ذاك شي لي سمعت البارح غدي تقول لي هرها بتتسك الفوطات في الحمام رخليتي حاجة فوق البوطة غدي تجيبها باش نبدو نفطره أعلاء اللي حتهية ذاك الصباح هادي تكون جاية باش تفطر مع الكار و جايبة معها الحلوة ريم غدي تقول للكار مالك تصدمتي مني شفتيني غدي يقول لي ها كيف شعرفتيني بأنني هنا و كيف درتي حتاجيتي غدي تقول لي خليني بعدك نجيب ذاك شي لفوق البوطة و نقلسوا مع بعضياتنا و نهضروا و نفطره بجوج أعلاء ذاك الساعة غدي تكون وصلات اللي يحطي للكار غدي تشوف من بعيد ذاك الفطور جوين اللي مقد و مصاوب غتعرف ريم بأنها هي اللي صاوبتوا لي الكار من اللي غينشوفها غيمشين عندها غدي تقول لي فطرت وين صاوبتوا ليك غيقول ليها ما شي أنا اللي عيت لها هي اللي جاة ترازها ما عرفتش كيفاش عرفتني بأنني أنا هنا فغتسمع آلاء ريم من الداخل قد تقول لي كوب آتي أنا غجي نفطرانا وياك فغترمي لي الحلوة اللي كان جايبة عليه و غدي تمشي في حالها الكار اللي مغي يعرف وش تبع آلاء ولا يبقى مع ريم في اليخت فغيقرر أنه يبقى في اليخت ريم لغتخرج من بعد و غدي تقول لي مني نجاة هاد الحلوة هادي وش مشي دي شريتي هنت أعلاء اللي غدي تكون بقى غدي في حالها فغدي يصني لهذا التليفون و غدي تكون هو نفس الشخص اللي كانت كتظر معاه ويا في تاكسي غدي تقول لي السؤال حد ما قدرش أنني ندوز معاه هاد نهار هاد حتى هو ولكن مشي مشكل باقي الأيام و باقي غنعرف مزيان لحقيقة نمشي وعند إسماعيل اللي غي يكون جال الشريكة و غدي بداية تفكر الليلة ديال الحاديث و غيكون خايف بزافهم توطر الليلة ديال الحاديث اللي هي 24 فبراير 2021 غدي يكون في الدار ديال الكار و يديها غيكون و كامل العامرين بالدم غدي تكون معاه واحد سيدة و غيكون كاي يقول ليها واش أنا دبا مجريم واش بوليت مجريم شمو غدي نديروا ذابا شمو هاد المصيبة هذي اللي طحت لي على رأسي فغيكون خايف بزاف و خايف لا يتفضح نمشي عند باهار و تيمور غدي تقول لي غدي تمشي عند النائب العام وتقول لي قاعدوا كل خطط اللي اتفقتي فيهم مع هالة أمولة و تفضحهم و إلا غدي نفضح الرشوة ديالك اللي اخذتي من إسماعيل غاي يقول ليها و خا نعرف نموت ممشيش ندير شي حاجة بحال هادي غادي تقول لي اللي بغيتي و لكن تحمل المسؤولية لهاد القرار اللي تختي نرجو عند الكار اللي اخت غدي يكون كيستفت ميساج الآلق و كيقول ليها فين كنتي يا أجي عندي ره ماشي أنا اللي قلتري مجيل عندي معرفتها كيف حتى وصلت عندي و عرفتني بأنني أنا هنا أنا أنا سأجري لها دابا ريم اللي ستشوف الكار يهضر مع أعلاء ستقول لي يلا هتدر بي يا جولة في البحر شحل هذي مخرجة للبحر الكار ستقول ليها و خاتمشي في حال كريم دابا أنا عندي مقابلة الخدمة و خاتني نمشي لها ستقول لي بالصح و اش أنقارة ستقول لي هاش بغيت تحاسبي معايا بغيت تفدي الكذبة التي قلت لك حتى قلت لك أنا سأجري الأنقارة و في الأخر جيت اليخت ستقول لي مكيلة و تطور له و ستقول لي أنا سأجري لك دابا القهوة و نقلص و نهضر مزين في هذا الموضوع ستحبط ستكون تقلب على الكسن القهوة حتى ستلقى الحلوة اللي جبت أهلاء معاها و اللي مكتوب فيها الاسم دي إيفي فغتتفكر ليلة اللي جات عندهم أهلاء الطار و قاتليهم بأنها كانت حاملة من إلكار و أنهم كانوا بغيين يسمي ولدهم إيفي فغتعرف بأن أهلاء هي اللي جات عنده البارح اللي يخت و ماشي شي بنت آخر من بعد غدي نشوف إلكار كي عيت لها ولكن ما غديش تجاوبو فغيقرر أنا هو يهبط عندها لسحة من لا غيهبط عندها غيقول لها قولي لي كيف شحت عرفتيني أنني هنا ريم لغادي تبدأ تقدير فيه شوفات اللي غراب بزاف و غادي تقول لي عرفت الحقيقة كاملة كنت مخبيها علي بكن تش بغيني أنني نفتحك ولكن خسارة كنت بغين عرف كل شي من فمك ولكن قررت أنك تخبي لي ولكن عرا عرف الحقيقة كاملة غادي قولي هشنو عرفتيني قولي هشنو عرفتين وهو خايف بزاف واللون ديالو غاي كنت بالدل